لكل عشاق الكلمة، عشاق الصحافة، عشاق الكلمة المسموعة والكلمة المرئية ولكل الجماهير المصرية الحقيقة رحيل واحد من الزملاء الإعلاميين المبدعين وصحفي مميز ونابه قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية كان له طلة مميزة، كان له أسلوب في الأداء التلفزيوني زي ما كان له أداء صحفي مميز، الصحفي الكبير والزميل الإعلامي الأساس وائل الإبراشي وائل الإبراشي غادر دنيانا الفانية بالأمس عن عمر يناهز 58 سنة في الأخذ الخامس، أنا مغنون كنتش فاكره صغير كده بعد سنة كاملة من المعاناة مع كورونا وتبعاته وائل عليه رحمة الله أصيب في ديسمبر 2020 يا النهراب يطل فقعد سنة كاملة في معاناة حصلت مشاكل في الرئة، حصلت تليف، دخل المستشفى أكتر من مرة وخرج ثم كانت كلمة الله النافذة بالأمس 58 سنة وائل الإبراشي مسيرته حافلة بالعطاء الصحف المميز في روزة اليوسف واحدة من المدارس الصحفية المميزة ثم كانت له تجاربه التلفزيونية اللي تميز فيها سواء من خلال برنامج الحقيقة أو العشرة مساء أو حتى برنامج التساعة في التلفزيون المصري وكان في كل واحدة من هذه التجارب بيقدم نموذج رائع وراقي من خلال التحقيق التلفزيوني اللي اشتهر به وائل الإبراشي بالمناسبة وائل الإبراشي مش بس كان حد أهلاوي جدا لا كان لاعب كرة مميز جدا وائل لو ما كانتش صحفي كان بقى لاعب مميز لدرجة أنه في شيربين في الدأهلية بلده كانوا بيطلقوا عليه ندى الخطيب والكل في شيربين بيرى أنه لو كانت أتيحت ليه فرصة انتقل لنادي بدر شوية كان ممكن يكون واحد من نجوم الكرة المميزين الموهوبين وائل الإبراشي تحدث أكثر من مرة عن الأهلي وعن محمود الخطيب مع شوقي أيضا اللي تشبه به في انتخابات قبل الماضية نشوف جزء من كلامه عن الأهلي والخطيب أنا بتعامل دايما مع انتخابات النادي الأهلي على اعتبار أنها أهم انتخابات ديمقراطية بتجرى في مصر النادي الأهلي كمان انتخاباته تحديدا الأهلي جزء من تاريخ مصر وانتخابات النادي الأهلي بنهتم بيها من زوايا مختلفة ومتعددة الأهلي صانع للبهجة والسعادة يعني والأهلي هو بمثابة قلعة للوطنية المصرية في الشك أن الخطيب كمان الكابتن محمود الخطيب اللي بتكلم بقى عن المتعة وعن البهجة وعن السعادة وأنا بعتقد أن هي دي مهمة أساسية يعني كابتن محمود الخطيب من الذين أدخلوا البهجة إلى قلوبنا وانا قلت أنا من الجيل اللي كان وعيه في السبعينات فاطلعنا لقينا جيل دهبي للكرة المصرية لمسات الكابتن الخطيب بس كنا بنقعد نحلم بيها بالليل يعني هنقعد نحلم باللمسة دي واللعبة دي والجندة ولأنها الحقيقة احنا بنفتقد في ملعبنا الآن لللمسات السحرية انتخابات النادي الآلي بالتأكيد كل مصر بيتابعها حتى لو لم يكن أهلويا هتلاقيه بيتابعها الآلي لا يحتل بس المكانة في قلوب الأهلوية لا هتلاقوها عند الجميع يعني زي ما بقول لكم بنهتم بهذه الانتخابات هي أهم انتخابات تعبر عن الديموقراطية الاجتماعية في مصر رحم الله الفقيد الغالي وبقدر ما كان يخص مش الإعلام المصري فقط ولكن الإعلام العربي وكان له عشاقه ومتابعيه ومحبيه إلا أنه أيضا بصفة خاصة يخص النادي الآلي لهذه الأسباب كان قريبا من الأهل والأهل قريب منه رحمة الله عليه يعني نستحق أن يعزينا فيه الآخر صحيح عرف الحفل الإفطار من 3-4 سنين لما مجلس إدارة نظم الحفل اللي كان في الصلاة المغطوة تقليل لازم يرجع أبراهيم وقل عليه رحمة الله لما جيه بيقول لي يا كنت أتمنى أجي هنا من 30 سنة على فترة هو بيلعب يعني أنا كان حلمي أجي هنا من 30 سنة لا وبسم الله ما شاء الله كان ممشوق القوام وصحيته يعني وهذا أمر الله محدش يقدر يعني يناقش هذه الأمور صحيح يعني كل ما كان يراه كان موفور الصحة يعني جسم له بسطة طول بعرضة ما شاء الله لما أصيب بكورونا وكان بيقدم برنامج التساعة مع الإعلامية الكبيرة نجوة إبراهيم فنجوة إبراهيم قالت لما عرفت إن وائل أصيب بكورونا قالت سبحان الله ده أكتر واحد كان حريص فينا ده كان ماشي بالكحول يرش على كل حتة هيقعد فيها لكن لا يغني حظر المقدر صحيح أمر الله نافذ رحمة الله عليه اليوم شيعت جنازة الساز وائل البراشي في مسكة رأسي في شيربين بلد أهلية شيعه كل محبيه وجمهير شيربين وأسرة روزة اليوسف اللي هتنظم عزاء لتلقي أو هتنظم مراسم تلقي العزاء في الفقيد الكبير الأسبوع القادم إن شاء الله في القاهرة لأسرته كل التعازي ولو كل محبيه هذه التعازي والروح وائل البراشي كل الدعوات بالصبر والسلوان بالمغفرة إن شاء الله